أتزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدون باللقائكم في الحلقة الجديدة من سلسلة دروس CPE كما تعرفون جميعا أن شركة CPE Build قامت بعمل تحديثات كبيرة جدا أولا على مستوى الاسم تم تغيير Domain Name من CPE Build.com إلى AdBlueMedia.com أيضا هناك مشاكل على مستوى الـ Continent Looker أو بالضبط في القسم الخاص بالميرور الذي كان يمكننا من ربط الـ Domain Name الخاص بنا وبالتالي استعمال ريفيرل أي Content Looker نريد ونضيفه إلى الـ Domain Name الخاص بنا وكذا يشتغل بدون مشاكل أيضا على مستوى خواليزميات يعني حساب الليدات كان الأمر الثالث الآن أصبح الأمر معقد إلى حد ما أيضا على مستوى العروض تقريبا غالبية العروض قد انتهت بمعنى آخر عندما تأتيك الليد ولا تحتسب فهناك احتمال أن الـ Algorithm مريض أو أن ذلك الشخص الذي أتمم تلك الليد قد أتممها من قبل فبالتالي لم تحتسب أو لن تحتسب أيضا هناك مشكل آخر وهي شح العروض العربية فبالتالي الأشخاص الذين يشتغلون على الدول العربية يعني لن يجدوا أن هناك ثمن مناسب لتلك العروض يعني تقريبا سوف تلاحظون وخاصة دول شامل إفريقيا أن العرض الأكثر ثمنا لا يتجاوز النصف دولار فبالتالي كارثة يعني سابقا كان على الأقل العرض يكون فيه دولار دولار جيد إذا كان العرض فيه دولار ريب حصافي فالأمر جيد حاليا كما قلت لا يتجاوز النصف دولار وفي بعد الحيان 40 سنت أو كذا يعني العروض ضعيفة جدا تتكلم عن العروض العربية كلها مشاكل جعلتني أنا شخصيا أبحث عن بديل لأدبروميديا أو سي بي إبويلد فطبعا البديل وجدته في منصة أنا شخصيا هي منصة قديمة لأن أقول لكم أنا منصة جديدة تقريبا منذ سنة أو سنة ونصف وهي موجودة ولكن لم أعطيها أنا الفرصة وقد نديمت على هذا لأنني لو نوعت مصادر الدخل كان سيكون أفضل لي يعني كان على الأقل سوف أشتغل هنا وهناك حتى لو مثلا استغنيته على البويلد تبقى المنصة الأخرى شغالة على أية حال هذا ليس مشكل في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أريكم طريقة يعني إنشاء حساب بالطريقة الصحيحة مع أحسن بيزنس مناتجر موجود حاليا على المنصة لا أريد دخول في التفاصيل ولكننا شخصيا عندما قمت بالتسجيل المرة الأولى عانيت من هذا المشكل يعني على حسب البزنس مناتجر التي يكون عندك لم أكن أعرف أنه لا بد أن تأتي من رابط أحد الأشخاص الذين عندهم بيزنس مناتجر جيد يتواصل ويتفاعل بشكل جيد مع الأشخاص الذين يعملون على المنصة فلا أريد دخول في هذه الحيثيات ولكن أكتفي وأقول سوف أشرح لك الطريقة الصحيحة لتسجيل مع أحسن بيزنس مناتجر موجود على المنصة وأيضا سوف أعطيك كل التفاصيل التي تريد لأنه إن شاء الله في بقية الحلقات سوف نضع طرق ترويج وطرق فلترة العروض وإلى آخره من التفاصيل إذن على بركة الله أول شيء تقوم بالدخول إلى الرابط في صندوق الوصف بعد ذلك تقوم بالتسجيل عن طريق هنا تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك طبعا سواء عن طريق جوجل أو عن طريق الإيميل أنا أفضل الإيميل أفضل من جوجل لأن الإيميل سوف يعطينا إمكانيات أخرى بعد ذلك سوف تقوم بالدهاب إلى بواج إيميل وتقوم سوف تجد رسالة قد تم إرسالها عن طريق أو من طرف جولدن تقوم بإدخال سوف تجد فيها أربع أرقام تقوم بإدخال هذه الأرقام هنا في هذا المكان هنا بعد ذلك create a strong password تقوم بإدخال كلمة مفتحية صعبة مكونة على الأقل من ثمانية أحرف وفي الأخير تقوم بإضافة سيمبول مثل أرو باس أو أد أو سلاش أو نقطة أو نقطة فاصلة أين كان ذلك السيمبول أيضا حرف يابد أن يكون capital أن يكون ماجيسكو هنا سوف يقول لك للتواصل ماذا تفضل؟ skype أو telegram طبعا أنت أقوم بتحديد التليغرام غالبا لأنه هو الأكثر شيئا والأسألة الاستعمالا بعد ذلك يقول لك to access the offers please fill out the form يعني أتمم ملء هذا المبيع إذا نقوم بالضغط على ok let's do it ثم سوف يسألون لمجموعة من الأسئلة نحاول الإجابة عليها هنا يقول لك كيف عرفت من السطنة تقول له online media about marketing أو يفضل لتفادي المشاكل قم باختيار recommended by friends or colleagues ثم بدأ ذلك يقول لك your location طبعا تقوم بتحديد الدولة التي أنت فيها ثم تضغط على continue هنا يسألك يقول لك do you have any traffic monetization experience تقول له no I'm beginner الثالث يقول لك do you already know where to get traffic to monetize تقول له yes I do بعد ذلك يسألك what king of traffic are you going to run تقول له paid traffic ثم يسألك give you more details about your paid traffic sources تقول له add networks وهنا تقوم بتحديد google ads فقط ثم تضغط أو تقوم بتحديد google ads وهنا تقوم باختيار social media وتقوم باختيار facebook ads وتقوم باختيار تقوم بتحديد تيكTOOC ads وفقط ثم تقوم بالدغد على continue بعد ذلك يقول لك thank you for your answers تقول لك على أجوبتك يقول لك tell you something more if you like يقول لك optional يعني هذا اختياري طبعا نحن لا نريد أن نقول له أي شيء لأن أصلا نحن تشجلنا عن طريق الريفلر وهكذا القبول يعني مضمون 100% سواء كتبنا أم لم نكتب القبول مضمون إن شاء الله نقوم بالضغط على complete بعد ذلك يقول لك انتظر حسابك في المراجعة طبعا هذه العملية تأخذ من خمس ساعات وفي بعض الحيان أقل على حسب المهم ما بين خمس ساعات إلى غاية تقريبا دعونا نقول 12 ساعة أو شيء من هذا القبيل يعني لا يتجاوز نصف يوم يعني أو يوم على الأكثر حتى لو تأخرت المراجعة وكانت في الويكاند إلى آخره سوف تأخذ يوم يعني في جميع الأحوال أنت أتممت عملية تسجيل فقط انتظر إذن بدأني انتظرت وتم المواققة على حسابك هذه هي واجهة المنصة هنا في الداشبورد عندنا top golden goals يعني top offers هنا عندنا أحسن العروض طبعا سوف تلاحظون أن بعض العروض قد انتهت بعض العروض ما تزال هنا يواطيك كم سوف تربح مثلا هنا cpa 0.28 هنا هذا عرض عربي وبالمناسبة الآن دعونا نتكلم قليلا عن الإيجابية المنصة فيها عروض عربية جديدة ورائعة ثانيا الليدات تحتسف بشكل رائع ثالثا الترافيك ليس الشرط أن يكون بجودة عالية جدا مثل الموجود في cpa build أو كما تم تغيير اسمه إلى ad blue media هنا في منصة golden يكفي أن يكون الترافيك جيد يعني الترافيك جيد ليس ببوتات سوف يشتغل معك بدون أي مشكل يوجد أيضا سمارت لينك لتفادي أي مشكل السحب الجميل السحب أنه يكون بشكل يومي يعني ربيحت مثلا 20 أو 25 دولار في اليوم سوف تقوم بسحبها في نفس اليوم 50 دولار تقوم بسحبها في نفس اليوم لا يوجد أي مشكل طرق الدفع كثيرة ومتنوعة حتى why is موجود يعني هناك دعم سريع جدا لأن ال business manager الخاص بنا يتفاعل بشكل رائع ويجيب ولديه سعة صدر يعني يجيب على الأسئلة والتساؤلات لا يوجد عنده أي مشكل يعني سواء على التليجرام أو على الإيميل ويفضل دائما التليجرام لأنه الأسرع يجيب بطريقة أسرع السلبيات أن فيها عروض للبالغين أنا لا أنصى أي أحد بالاشتغال على هذه العروض نظرا لأنها أولا مخلة بالحياة وثانيا لأنها ليست من الأمر يعني من ناحية من ناحية الشرعية الأمر ليس بالجيد هذا كل ما في الأمر يعني عندنا عروض رائعة ترافيق تقبل ترافيق العادي ليس بالضروري أن يكون ترافيق عالي عالي الجودة أو عالي الجودة جدا بل يكفي أن يكون ترافيق جيد ثانيا عروض كثيرة ومتنوعة يمكننا طبعا تخصيص اللينك إلى سمارت لينك كذلك كي نربح 100% يعني الحملة الإعلاني لا بد تكون رابحة حتى لو كان جنرال يعني ليس الشرط أن تكون مستهدفة لأن سمارت لينك سوف يعطي العروض للشخص أو العروض المناسبة للشخص المناسب يعني إذا كان من أمريكا سوف تعطيه العروض الأمريكية إذا كان من سوريا سوف تعطيه العروض السورية يعني لا يجد أي مشكلة مع سمارت لينك والدفأ يومي هذه أفضل الإيجابيات والسلبيات كما قلت أن فيها عروض للبارغين هذه لا أنصح أي شخص بالأعمال عليها طبعا هذه كانت سلسلة أو الحلقة الأولى من هذه السلسلة ما يزال هناك أمور كثيرة أخرى لكي نقوم بشرحها فقط حاليا قم بالتسجير إذ من حسابك لأنه أعتقد يعني ليس أعتقده ولكن على حسب ما يروج حاليا أن الطلب كثرة كثيرا على المنصة فبالتالي سوف يقومون بغلق فترة التسجيل فبالتالي بادلوا بالتسجيل مدام الأمر مفتوح لأن الكل انكب عليها بعد نكسة سي بي إي بويلد شكرا لكم على المشاهدة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لكم على المشاهدة